الذين كانوا معه في هذه الرحلة أنهم سافروا وتحدثوا مع الروس أنهم وقعوا على أربعة وسائق للتعاون من ضمنها التعاون في المجالات العسكرية وهم بانتظار توقيع الرئيس بوتين في ذلك الوقت تم بالضبط التوقيع الاعتماد من قبل الرئيس بوتين في العام 2020. التوقيع بناء على تصريح الناطق الرسمي باسمه الخارجية الروسية كان في 23 يوليو 2019 من قبل مسؤول مكلف من المجلس العسكري هكذا نصم قالت المسؤولة الروسية الرئيس البرهان هذه الزيارة كانت في اكتوبر 2019 وأشعر إلى أنه في اتفاقات نحن وقعنا على تنتظر المصادقة من قبلكم. وبالتالي فالقول بأن الاتفاق مع الروس هو من يعني مراس قديم صحيح من ناحية أنه التفاهمات تمت في ذلك الوقت لكن المصادقة والاتفاق والإقرار تم في ما بعد 2019 وأكد الرئيس البرهان في هذه الزيارة رغبة مباشرة للرئيس بوتين بأنه نحن منتظرين مصادقتك والمصادقة تمت في العام 2020 وعندما كان ينبين أن يمضي هذا الاتفاق نحو نهاياته بحيث أنه يبقى اتفاق واقعي عملي على الأرض خرج الرئيس الأركان وقال والله نحن منتظرين المجلس التشريعي لكي نحن يقر هذا الاتفاق طبعا قصة المجلس التشريعي أنا أفتكر أنه كان نوع من المخارجة يعني نوع من المخارجة لأنه عمليا الرئيس البرهان قابل نيتنياهو ومضى في اتفاق مع إسرائي بدعم القحات كلهم كانوا موجودين ولم يتحدث أحد حينها عن أنه مثل هذه الخطوة كان يبن تعرض على برانا نصلا ما في برلمان وكان في تآمر أصلا على قيام فكرة البرلمان نفسه وكتفوا بالنيابة عنه في التعديلات بتاعة الوثيقة الدستورية يعني كانت واضحة بالنسبة لأن هناك مؤامرة على قيام مجلس التشريعي حتى المجلس التشريعي ذا اللي هم اختاروهم بأنفسهم بحيث يبقى أداف تاعة رقابة طوال فترة القحات والشراكة بينهم وبين الرئيس البرهان وبينه وبين حميرتي لم يقوم لهذا المجلس التشريعي أي وجود أي وجود وبالتالي لو عدنا مجدنا لنقول لنقول مرة أخرى لمزيد من العلم هذا الاتفاق تم توقيعه في العام الفين وتسعة وتمت المطالبة من الرؤوس بأنه يمضو فيه ولكن للأسف أنا مفتكر أنه في جهجها على صعيد الرؤية لأنه برضو وضعنا الموضوع في إطار الثنائيات أنه لو مضينا في هذا الاتجاه خسرنا خسرنا مثلا الغرب أو كذا وكان في رهان شديد عند الرئيس البرهان وما زال هذا الرهان موجود على الرضا الأمريكي وعلى التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها يعني اللاعب الأبرز والرئيس الموجود في المنطقة وظل موجود عندنا الربعية وظلت حاكمة لمشهدنا منذ العام 2019 وظلت حاكمة حادي ما جاء الاتفاق الإطاري وظلت الربعية هي حاكمة المشهد الربعية منه أمريكان والبريطانيين والإمارات والسعودية بجموعة الربعية ظلت حاكمة لهذا المشهد وده توجه واحد ما بالتوجه ده كانت مزعنة ليه البلد بيصطدم عندما يعني في تفكير البعض بيصطدم بأي علاقة أو اختراب من علاقة مع روسيا ومع الصين وبذلك أضعنا هذه العلاقة الاستراتيجية في مثل هذا التفكير الما كان فيه في تقديري تقدير للمصلحة الوطنية بشكل صحيح والمربوط أحيانا بيعني الرغبة في البقاء في السلطة أكتر من أنك أنت تريد أن تفيد الوطن يعني نحن قبل ما نجل موضوع الوصلحة الوطنية ده لو اتكلمنا في جزئية الشخص الذي وقع بالنيابة عن المجلس العسكري أنا أظن وربما بعضهم كتب هكذا على الصفحات يعني هل يمكن أن يكون هذا الشخص الذي وقع هذه الاتفاقيات نيابة عن المجلس العسكري أو عن الفريق البرهان هو حمدتي نفسه؟ لا أعتقد ذلك أنا أفتكر أنه كان مسؤول عن الملف حسب معلوماتي هو كان وزير الدفاع الذي توفي في جوبا رحمه الله وكان مسؤول عن ملف العلاقات السودانية الروسية داخل القوات المسلحة والاتفاق ده في أساسه وعظمه عظمه الأساسي هو اتفاق مع الجيش يعني كان الملف ده كان في أطلاعه والتصنيع الحربي والقيادة الجيش يعني أعتقد أنه الاتفاق ده وقعه هذا المسؤول الله أعلم أنا ما عندي معلومة لكن هذا يعني المعلومة عندي أنه المسؤول على الملف الفريقة والرغم جمال عمر جمال عمر نعم أعلم مسؤول عنه حتى في زمن الرئيس البشير حتى في زمن الرئيس البشير داخل المؤسسة العسكرية وظل هو في الوقت داك وأفتكر مسؤول عن الملف يعني طيب نحن لو جئنا الموضوع المصلحة من الفريقة من برهان يقول لك نحن في هذه الأربعة وثائق التي وقعوها والاتفاقيات يتحدث عن جانب معني بإصلاح المؤسسة العسكرية ونحو ذلك ويؤكد بنفسه أنه تطوير المؤسسة العسكرية نعم نعم يعني هل هذا هل هذا الذي نظون أنه هو الاتفاق الاتفاق دا ما فيه هو سلاح